كيف يختفي ضوء الشمس ويأتي الصقيح والشتاء النووي شلون دكتور تابع الفيديو مرحبا تابعيني أعزائي ومشاهدين جدد معكم دكتور فراسل علي وحيكم إنما كنتم على قناتكم الطبية اليوم نختم سلسلة من الحلقات التي تكلمت بها عن مخاطر استعمال الأسلحة النووية والوقاية وجميع هذه الأمور يمكنك مشاهدة جميع هذه الفيديوهات والسلسلة في الحلقات الماضية اليوم نتكلم عن اختفاء ضوء الشمس والصقيح أو الشتاء النووي وهو أحد الأحداث التي لا سمح الله يمكن أن تحدث إذا بدأت الحرب النووية على نطاق واسع قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا جدا اليوم ونختم هذه السلسلة أود أن أرد على بعض التعليقات بطريقة سريعة كثير منكم يسأل دكتور أنطينا بعض الطرق التي تأدي أو تنطينا إشارات أنه الأكل والشراب والمي ملوث بالأشعة النووية بأشياء بسيطة لا يوجد مثل هذه الأشياء للأسف لأن هذه الأشياء يجب أن تكون هناك مختبرات خاصة ضمن مؤسسة حكومية تقوم بالكشف عن هذه الأمور وهي موجودة في كل دولة عند عملية الاستيراد والتصدير يتم الكشف عن هذه الأمور فهذه مهمة للدولة وليس للأشخاص لأن مثل هذه الأجهزة تكون تكلفتها عالية جدا تكلمت عن موضوع شلون أنك تعرف أنه في محيطك يوجد زيادة في الإشعاء النووي يمكنك مشاهدة هذه الحلقات في السلسلة في الفيديوهات السابقة أما بالنسبة إلى كل منتج غذائي أو بالنسبة للمياه شلون أنت بطريقة بسيطة طفحصة للأسف لا يوجد مثل هذه الأمور وهذه واجبات حكومية وواجبات كل دولة هذا سؤال الأول دائما تسأله سؤال الثاني دكتور ما هي الدول التي يمكن أن تصاب بهذا الحدث النووي وهل الدولة العربية منها؟ أجيب قدر الإمكان على هذا السؤال إخواني الكرام إذا صارت هناك حرب نووية ناطقة الوساع لن يسلم منها أحد للأسف وهذا اليوم أجاوب على هذا السؤال بالنسبة للدولة العربية التي إن شاء الله تكون بعيدة عن هذا الحدث النووي ولكن خنشوف نتعرف اليوم على هذه التأثيرات الخطيرة جدا على دولنا العربية حتى لو وما كان في منطقتنا هذا الحدث النووي طب ما هي الدول المعرضة لذلك كل الدول اللي عندها أسلحة نووية كل الدول اللي عندها مفاعل نووية على أراضيها هي معرضة لأكبر خطر ممكن من هذا الانفجار النووي أو إذا اندلعت حربها حرب النووية خلنا نتكلم الآن ندخل بطريقة سريعة كيف يختفي ضوء الشمس ويبدأ السقيع والشتاء النووي وشلون رح يأثر على حياتنا إحنا الناس بعيدين مثلا عن هذا الحدث بالدول العربية وطبعا خلينا نتكلم أيضا عن الناس موجودين المختربين في أوروبا وفي كل مكان لخصة هذه المعلومات من المصادر الرسمية سوف أمتكيها بطريقة سريعة بإذن الله وفي الحلقات القادمة سوف نعود لمواضعنا الطبية الصحية البسيطة التي أنا أحبها بعيدا عن المواضيع هي مهمة ولكن بها نوع من السلبية خلنا نبدأ إذا كان هناك انفجار نووي هل هذا قد يؤدي إلى سحابة تغطي ضوء الشمس عن الكرة الأرضية عند الانفجار نووي قد يؤدي إلى حجب ضوء الشمس في منطقة معينة وربما على مستوى أوسع إذا كان الانفجار كبير أو في حالة حرب نووية واسعة النطاق فعندما يحدث الانفجار نووي فإنه ينتج عنه كمية هائلة من الغبار والرماد والدخال طيب إذا كانت الكمية الناتجة عن هذه الجزئات كبيرة مما يكفي يعني إذا صارت حرب عالمية نووية واسعة النطاق على سبيل المثال بين أكبر دولتين نوويتين روسيا وأمريكا فهذا سوف يؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من الجزئات بكميات كبيرة مما يكفي لارتفاعها للغلاف الجوي العلوي وتنتشر حول الكوكب وهذا قد يسبب ظاهرة تسمى الشتاء النووي في هذه الحالة طبعا سوف يكون هذا الشتاء والسقيع النووي وفي هذه الحالة يحجب الغبار والدخان ضوء الشمس مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واضطراب كبير في المناخ وحط لعشر خطوط تحت هذه الكلمة وفي الزراعة وصلت وصلت يعني هم إذا لا سمح الله اللهم لا يعني يسبب هذه الحوادث إذا صارتها الحرب النووية إحنا المناطق البعيدة بالدول العربية سوف يتغير عنا المناخ وتتدمر الزراعة اللي أعتقد هي أصلا غير متطورة عنا للأسف أنا دائما أنوه أنه يجب الاهتمام بالزراعة فهذه النقطة طيب السؤال بطريقة سريعة ما هي المدة التي يمكن أن يستمر بها هذا الشتاء النووي مدة الشتاء النووي تعتمد على نوع الحدث النووي يعني كلما كان والموقع طبعا كلما كان هناك استعمال كبير وعلى نطاق واسع للأسلحة النووية سوف يكون العلماء يقدرون أن الشتاء النووي يمكن أن يستمر من بضعة أشهر إلى عدة سنوات طيب الدراسات تشير إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض بشكل حاد في الأشهر الأولى طبعا وتتحسن بالوقت بعد مرور عدة أشهر لكن أخوان كرام هذه الدرجات قد تؤدي ما هي الدرجات الحرارة المتوقعة التي يمكن أن تنخفض أثناء الشتاء النووي دراسات تجريبية يعني سووا موديلات وأبحاث يمكن أن تنقص درجة الحرارة على الكوكب من 10 إلى 20 درجة مئوية وهذا يؤدي إلى دمار البيئة دمار الزراعة تأثر الكائنات الحية الموجودة في مناطق مختلفة طيب خلن نأخذ مثل ما ذكرت مثال إذا صارت هناك حربة نووية واسعة النطاق بين روسيا وأمريكا هذا ممكن يسبب إلى يعني انخفاض متوسط الدرجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية وهذا التأثير يشبه إلى حد كبير ما حدث بعد انفجار بركاني مثل ثوران بركان تامبورا عام 1815 الذي تسبب في عام بلا صيف ومع انخفاض عالمي بدرجات الحرارة وصل إلى 5 درجات مئوية طيب هل هذه الدراسات دكتور موثقة وعلمية أم هي من خيالات واشتراضات اخوان الكرام هذه الدراسات حول الشتاء النووي تستند إلى نماذج علمية موثقة تعتمد على بيانات ومنبادئ في علم المناخ والفيزياء وقاموا علماء كثيرون بدراستها من بداية الثمانين نيات عفوا باستخدام نماذج رياضية لمحاكاة التأثيرات المناخية للحرب النووية طيب هذه النماذج العلماء استندوا عليها من تجارب على آثار البراكين الحائلة والتي طبعا تنتج الغبار والدخان والسخام هذا كله فسووا موديل مشابه لهذا الشيء ومع تطور العلم ودخول الذكاء الاصطناعي والكمبيوترات الحديثة فقدوا يعني حصلوا على هذه النتائج طبعا هذه المراكز موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس في جامعات مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا وعندك أيضا في معاهد للأبحاث مثل معهد أبحاث السلام في أوسلو قدمت في هذه السلسلة معلومات مبسطة قدر الإمكان لنشر الوعي وليس ببعر ولكي نكون مستعدين حتى ولو لا واحد بالألف يكون عندنا فكرة عن هذه المواضيع وحاول نشر الوعي بقدر الإمكان وحمان الله وحمى جميع الناس بإذن الله تعالى وأحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة